واضح كده ان النظام المصري عنده مشكلة مع الناس مش عنده مشكلة مع فصيل سياسي معين او مع حزب معين او مع رموز معينة لا خالص النظام واضح ان مشكلته هو حضرتك هو انت هو المواطن المصري اللي عايش في اي حتة في مصر بيقرر النظام ان الحتة دي عشوائية او الحتة دي عايز يعدي من فوقها كبري او الحتة دي تخصه لسبب ما احنا ما نعرفوه شافه في حلم شافه في كابوس شافه في الطيارة من فوق المهم فيه سبب ما هنخلي بيه المنطقة دي هنهد بيوت الناس هنشردهم ايه الحكاية تعالوا نشوف تفاصيل هدم ثلاثة بيوت في عزبة ابو رجب سيناريو جزيرة الوراق في مصر عدد من الاهالي تابعة لمدينة بهتيم احدى ضواحي شمال مدينة الطاهرة قالوا ان فيه مخطط حكومي هيهجر وهيستولي على اراضي العزبة مع خمسمية فدان زراعي بتمتلكها المحطة البحثية بمدينة بهتيم وقالوا ان هم عايزين يعملوا مشروع سكني تحت عنوان سكن لكل المصريين القصة دي سكن لكل المصريين كتف في كتف حياة كريمة تحيا مصر كلها كلمة حق يرادوا بها باطل الجملة الجميلة اللي تربينا واحنا صغرين كده وبنكبر وبنسمعها ان هو فعلا سكن لكل المصريين دي حاجة حلوة جدا يا جماعة بس هم عايزين من وراها سكن لكل الاماراتيين سكن لكل المستثمرين الخليجيين سكن لكل حتة من أصول الدولة عايزين نبيعها ونطلع منها سبوبة حلوة نجيب بيها أثقل نجفة وأطول منبر ها فحطلنا عنوان جميل كده سكن لكل المصريين لما حد يعترض طلعه له كده في وشه قوله ايه بتقول ايه ده سكن لكل المصريين انت بتعترض على كل المصريين لا احنا مش بنعترض احنا بس بنعترض على الثلاث بيوت بتوع عزبة أبو رجب سيبوا الناس استسنوهم من سكن لكل المصريين وهم الناس فرحانين قوي بسكن أهالي عزبة أبو رجب خلوهم سكنين هناك وخلوهم كنتوا سكن لكل المصريين يعملوا في حتة فاضية بس بطلوا يا جماعة اتخرجوا الناس من بيوتها وترموهم في الأرض نكمل مع الخبر ونشوف الحكومة بتقول ان العزبة اللي ما بتزيدش مساحتها عن تلاتة فدان البناء عليها بيوقف النمو العشوائي للمباني في العزبة وده ما ينفعش والحكومة عايزة توقف النمو العشوائي فتعمل بقى نمو مش عشوائي حلو كده في دولارات كبيرة الحقيقة فالمهم يعني انه احنا أمام سيناريو لجزيرة وراق جديدة